مراجعة اختلالات القانون الأساسي يعد من أهم المطالب التي رفعتها نقبات التكتل المستقل لوزارة التربية فرغم وجود لجنة مشتركة جمعات الطرفين لأكثر من ثلاث سنوات إلا أن النقبات ترى بأن الوصاية لم تأخذ اختراحاتها على محمل الجد ثلاث سنوات ونصف ندرس في لجنة مشتركة قانون الأساسي لكي نصحح الاختلالات للأسف مع الوزيرة رفضت بها تقوم بحل هذا الملف لمرة أخرى نطلبوا الرجوع إلى المحاضر السابقة ورجوع إلى عام النجلة فيه التصنيف فيه المهام فيه عدة نقاط يهم كاريار الموظف من بداية حتى النهاية وتتمتل مراجعة اختلالات القانون في إعادة تصنيف أساتذة التعليم التانوي والمتوسط والابتداء في نفس الرتبة القاعدية وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي ومكون عبر الأطوار الثلاثة توحيد الشهادات وتثمين الخبر المهنية كذلك عندنا بعض الأساتذة التي تكونوا تكوين عن بعد بعد صدر القانون 1242 ولم تسو وضعتهم إلى يوم نهارة تلالات في القانون الأساسي وأسلاك غير منصفة فيه مرسوم الرئاسي 14266 الخاص بتثمين شهاد الليسانس والدية في انتظار حلول انتورة الطرفين يبقى القانون الأساسي من بين النقاط التي ما زالت تؤجج الصراع بين النقابات ووزارة التربية الوطنية وعودة الاضطرابات للمدارس الجزائرية اشتركوا في القناة